لحظات الأخيرة من هذه الحلقة والحقيقة أننا في البريك بنتكلم الحقيقة الشباب بيحكوا قدياً حياتهم صعبة وأنهم مراتاتهم متشحططين معهم لأنهم بيضطروا أنهم يسفروا من بلد لبلد وكلهم محترفين وإزاي أنهم أصدقاء كريم كنت بتقول أنه أنتوا الصحابة يعني ملكو الصحاب تانين أنت حقيقي فعلاً إحنا أعتقد إحنا كلعيبة من فترك يعني من أول ما طلعنا الفريق الأول عن مثلاً دول حياتنا صحاب يعني هما دول إحنا الصحاب اللي متعولين عليهم في حياتنا يعني بورا الهند بول كمان هو ده هو ده الجروب يعني فأنتوا في أي بلد حتى وإنتوا في البلاد المختلفة على اتصال ببعض طبعاً طبعاً أنت رايح ميسيدونيا عقد جديد عقد جديد أه بلد حلوى ميسيدونيا إن شاء الله يا رب إن شاء الله مراتك بقى والعيانك وللأسف لا يعني أنا عطول كان هما معي عطول في كل الحادة تاني روحتها روحت رومانيا مش اكتاش في تركيا كانوا معي وفي رومانيا لكن ميسيدونيا للأسف مش هيجوا معي خلاص يعني هتبقى صعبة طبعاً علي لأن هما يعني عندك ولدت ديه؟ عيسين ثمان يعني سبع سنين تم إنت تمانية ومصطفى خمسة وسيف عنده صعبة جداً علي طبعاً بس الصعب كمان هما يتشحتاتوا كده استنى عليهم شوية أكيد طبعاً يعني هما عطولك أنا ووراية ومريتي عطوله ووراية بلعبوا الكبير طيب ده بيلعب أي حاجة؟ ياسين بيلعب هندبول آه بيلعب هندبول بيلعب هندبول آه بيحب الهندبول وهو ماشي فيها مبسوط بيها يعني مصطفى شوية عايزي يغير بس ياسين متمسك جداً بالهندبول يعني انت كنت بتلعب كرة قدم صح؟ أنا كنت لعب كرة قدم أنهي أحلى أنهي أحلى لا أنا أحب الهندبول جداً تحب الهندبول زين أسرتك بقى مراتك عندك ولاد إيه؟ عندي بنت اسمها زينة وأربع سنين ومعاك بقى في الشرقة؟ آه معايا في الشرقة الشرقة مدينة جميلة كمان أنا أعتبر أصلاً كل سنتين بغير البلد آه فهي برضو متشحططة معك مراتك آه معي وكل حاجة ومستحملين يعني أنت برضو أنت اللعيب أصلاً هندبول دايماً يعني أو اللعيب البروفيشنال يعني لو كسبان فرحان خسران زعلان فطبعاً الموت بيختلف كتير جوه البيت فكواس لهم هم يستحملون هلتلك إيه بقى بعد المتش؟ والله هي أصلاً لحد ما رجعت البيت وهي كبت عايت لسه يعني طبعاً خايفة عليك لأنه عشان القول آه 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 يعني رجعنا إحنا اتنين قاعدين بقى يعني أنا زعلان وهي زعلانا وبنهد بعض شوية وبقى كلب هوية بقى ومامتي يكلموني أنا هنهد بعض شوية يعني الموضوع طبعاً موزج قوي وموضوع صعب أنت دايماً حتى أنا ما كلمت معهم مع والديتي والدي ومراتي بتكلم اللي هو يعني أنا راحة زعلان اللي هو ضيع أمل ناس كتير فالموضوع ما تدرش تقول حاجة تخليك خلاق خلاص أنا مبسوط يعني ما فيش حاجة لأنه كده أنا عارف بس انت إنتوا هتعملولنا حلم جديد وآبل جديد إن شاء الله إن شاء الله حطينها تبدأنا إن شاء الله بإذن الله سند انت كنت AUSين بزبط عندنا في الجامعة يعني بس طبعاً انت صغير كنت ازاي أركتكتشور وإيكناميكس والكلام ده كله وبعدين روحت هانبول هي صراحة كانت صعبة جداً ما قلت حيك برضو إن أركتكتر بتاخد وقت كتير جداً إن هي بتضطري تقعد في الجامعة لحد ساعة 12 بليل واحدة بالليل الأركتكتر مع اللي هانت بقول السفريات المعسكرات الكامدة كله موضوع ما كانش ماشي قوي فحاولت بإيكينوميكس فدنيا هديت وقدرت أتزبط بين الاتنين فالحمد الله قدرت يعني أخلص بين الاتنين بشكل كويس وبعد ما أخلص بقى جامعة اتجهت حاولت الموضوع الاحتراف ده يعني وستريتك ما عارت لكش يبني خليك إيكينوميكس تشتغل شغول أنا محترمة رايح تعمل إيه في الان بول والله كله طبعا بيقول كده طبعا وحتى ما اتخاركت اشتغلت اشتغلت في شركة يعني وكنت ماشي كويس بس أنا كان نفسي احترف من زمان نفسي أجرب الإكسبرينس دي وأطلع برا وأشوف الدنيا عاملة إزاي فلما جات لي الفرصة بصراحة هم كانوا في ظهري يعني وبيدعموني جامد جداً وقالوا لي اطلع وجرب وما فيش حاجة أخسارها يعني بدل ما بعد عشر سين تدى من انت انجربتش فانطلقت يعني الحمد لله في المؤمنة امرتك معيك وعندك بنت برضي زينة برضو زينة لها مش ممكن بتقلدوا بعض جداً كتير كتير طب تلريشة تقولهمي كلمة أخيرة سريعة أنا من كلمة معهم الناس مدقين جداً ومحبطين جداً أنا عايز أقول لهم لا عمركم ما تبقوا كده الناس دي عملت اللي عليها ابنوا على اللي انتوا عملتوه فرقة الدنماركي زي ما الناس بتقول بطل أوروبا وبطل العالم الناس زي ما بقيتش أبطال مرة واحدة اللي عملتوه ستيب للي جاي ان شاء الله تقدروا تكملوا على اللي انتوا بنتوه واللي انتوا طمعتوا الناس فيه وتقدروا تحققوا لنا حاجة كويسة في الأولمبييات بإذنان إن شاء الله وهم جيل صغير يعني انتوا كمان يعني غير الأولمبيكس انتوا كمان سنتين إن شاء الله هتكونوا موجودين وحتلعبوا كاس العالم وحجبولنا أنا متأكدا من انتوا حجبولنا ونحط على التربيزة هنا كاس العالم إن شاء الله أوه أبقى وقفى بقى في المطش بقى هايس بقى خلاص بقيت خبيرة تان بول أوه أنا اللي علق بشكركم شكرا جزيلا فعلا شرفتونا كابتن سنت كابتن زين كابتن هنداوي وكابتن ريشة بشكركم بشكر كابتن طهار اللي كان على التليفون وبشكركم أعزائي المشاهدين هي دي الرياضة مكسب أخصارة بس هم عملوا فريق محترم شرفونا لعبوا أداء كويس هو ده الفكرة تعمل اللي عليك والنتيجة بقى معلش بشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله وهذه لميس الحديثة حييكم اسمعون أخير